لا تزال الأولاد المزير العملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين في قطاع غزة مجهولا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع فمنذ أن اندلعت الحرب في غزة قتل ألاف الطلاب ومعلموهم ودمرت مدارسهم وحولت البقية لمراكز إواء وكانت عدة مؤسسات تعليمية في الضفة الغربية قد أطلقت مبادرات لمساعدة الطلاب في استكمال دراستهم بالتعليم عن بعد لكن عدم توفر الإنترنت في القطاع يحول حتى الآن دون الاستفادة من هذه المبادرة القطاع على الدراسة من بداية الحرب نحن نواجح مشاكل كثير في التعليم أولها صوبة الإنترنت في عندنا بادروا أهل الضفة في أن نتعلم عندهم عن بعد لكن لا في إنترنت ولا في وسائل أصلاً أنه نقدر نحاول أو نقدر يعني نتعلم عن بعض ما بيحكوا كان أنه بود أني أكمل تعليمي وأخلص بس أجت الحرب والأحداث اللي صارت عنا بقطاع غزة وإحنا بنقدرش حالياً أنه نتعلم لأنه فيش مؤسسة تعليمية أصلاً ولا جامعات ولا مدارس ولا إشيء لابد من التقدم خطوة إلى الأمام لا سيما وأن بعض الطلبة متبقية عليهم ثلاث أو ست أو تسع ساعات لتخرجهم